فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مثل ذي الناق الكوماء لأنها أنفة أموال العرب ناق الكوماء عظيمة السلام فمن تعلم آيتين من كتاب الله خير له من ملء الأرض من هذه الجمال والنياق التي هي أنفة أموال العرب ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فضل قراءة القرآن فيقول من قرأ حرف من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وهذا الحافظ للقرآن يرتفع في الجنة بمقدار حفظه كلما قرأ آية ارتقى درجة والدرجة كما بين السماء والأرض قال صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم مبينا منزلة أهل القرآن الذين يحفظونه ويثلونه ويعملون به ويطبقونه إن لله أهلين من الناس إلى من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاص وينبغي أن نعلم أن هذا القرآن يشفع لأهله يوم القيامة ولأصحابه ويأتي هذا القرآن شفيعا لأصحابه يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أن يدافع عمن فلا هو قرأه قال صلى الله عليه وسلم إن آية تعدل ثلاثين آية شفعت لرجل من أمتي حتى أدخله الله الجنة ولذلك ينبغي أن نحافظ على آداف هذا القرآن أن نتلوه منتعذبين منتعذبين له لأن في تعظيمه تعظيم لشعائر الله ولقد كان للثلف الصالح رضي الله عنهم عادات في ختم القرآن منهم من كان يختمه كل أسبوع منهم من كان يختمه كل ثلاثة أيام منهم من كان يختمه في أقل وفي أكثر وقد كره العلماء أن يمر على الرجل الأربعين يوما لا يختم فيه كتاب الله وثبت عن أنس بن مالك أنه كان كلما ختم ختمة جمع أهل بيته ودعا قال ابن مسعود لكل ختمة دعوة مستجابة ونبينا صلى الله عليه وسلم قد عشر إلى ذلك حينما قال اقرأوا القرآن واسألوا الله به من قبل أن يأتي أقوام يقرأون القرآن يسألون به الناس لذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم التأكل بالقرآن وأن يقرأ الإنسان وأن يتخذ الإنسان قراءة القرآن وإقراء القرآن حرفة كما يفعل بعض مشاهير القراء هداهم الله وهذا القرآن جعله الله شفاء لمفسدون كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي بالقرآن بالمعوذتين وأذن لأبي سعيد أن يرقي بالفاتحة فقد رقى وأقره النبي صلى الله عليه وسلم رقى سيد القوم الذي لذغته الذي لسعته العقرب وقال وما أدراك أنها رقية اضربوا لي معكم بسهم ومن لم يستشفي بالقرآن فلا شفاه الله فعلينا أيها الإخوة أن نعكف على كتاب الله تدبرا وقراءة وتعلما ودعوة وأن نعظم كتاب الله وأن نجعله رائدنا في كل خير وأن لا نفرن القرآن والسنة فإنها فإن الذين يفرقون بين القرآن والسنة هم من أدعياء الشيطان أو من أحزاء من أعوان الشيطان وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حينما قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريفته شبعان يأتيه الأمر من أمري مما أمرت أو نهيت فيقول دونكم كتاب الله ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه والقرآن لا يمكن أن يفهم إلا بالسنة والسنة الصحيحة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولا يفرق بين القرآن والسنة في التشريع وفي العمل إلا مغرض وضال والعياذ بالله أدان الله وإياكم لحفل العمل بالقرآن وتلاوة القرآن حق تلاوته وجعل من الله وإياكم ممن يسفع لنا القرآن وممن يكون لنا حجة لنا لا علينا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وسلم والسلام عليكم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الشيخ he said that Allah subhanahu wa ta'ala has made this Qur'an for us to worship by it via recitation and this is to be carried out by reading in our salat in our prayer in the day and in the night as Allah subhanahu wa ta'ala said وَرَطِي لِلْقُرْآنُ تَرْثِيلًا and recite the Qur'an with تَرْثِيل which is which is which is melodious recitation if I can use that word which was no better word I'm afraid and سرْثِيل was explained upon to be recitation with سَجْوِي with all its correct pronunciations and stopping where one should stop and continuing where one should continue etc and so the shaykh said we must learn to read this Qur'an and read it correctly properly as the Prophet sallallahu alayhi wa sallam he made dua for Ibn Abbas which had the meaning of Oh Allah give him the understanding of the Qur'an and the shaykh said that this understanding of the Qur'an meant the Tafseer of the Qur'an and he also said that he mentioned another hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam where he said that Allah and this is also to show you the excellence and the fadila of the Qur'an and recitation of the Qur'an to show its importance he said that Allah will list by this book a people and he will drop or he will what's the word degrade he will degrade by it a people and then he said that whoever another hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam whoever reads a letter from the Qur'an just one letter will have the reward of ten rewards and so he mentioned in the hadith when you read Alif and you read Lam and you read Min they will be counted as three separate letters each one containing ten rewards and so you get by that thirty rewards and another hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is when the Mala'ika they say to the believer after his death recite the Qur'an like you used to recite it in this world for indeed your place meaning the place in your Akhira will be dependent upon where you stop you only recite continue reciting for where you stop reciting that will be your place in paradise and and so the Salaf Salihin they used to have a habit of finishing reading the whole Quran in a week and they said it is actually it is not advised to leave the Quran not to be read within forty days also the saying of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in its meaning that indeed Allah sallallahu alayhi wa sallam has a people and has a people from his creation and these people are none else but those who recite the Quran and also that this Quran Allah sallallahu alayhi wa sallam has made it as an intercession for us on the yawm al qiyamah that it will come to us in the akhirah and it will intercede for us also that to show you the fadilah the excellence of the Quran to continue in this field the shaykh said that when you read one verse you will be given the reward as though you read thirty verses and then he went on to say that the salaf when they used to recite the Quran they used to recite it so frequently that from them were those who completed reciting the Quran weekly and from them were those who completed it after three days and some long for other periods and then as Abu said earlier that the salaf hated to leave the Quran for not reciting the Quran for more than forty days and also that Ibn Masood he said that every completion of the Quran every time you complete the Quran then there is a du'a that you can make which is answered and then Anas used to get his children together when he completed the Quran and then he used to make this du'a and then Ibn Masood he said that for every completion of the Quran that there is a du'a which is answered and also that this Quran is a cure for the heart for the diseases that are contained within the heart and that it is well known that they used to make rukya with the last two verses of the Quran and other verses of the Quran and he also mentioned the shaykh also mentioned that whoever does not take the Quran as a source of cure then such an individual will not be cured and then he wanted to say a few other things which I didn't get but he said at the end towards the end he said do not make a differentiation between the Quran and the sunnah for this very act of differentiating between the Quran and the sunnah is something from shaytan and none and none else but the groups of shaytan will say these things the end part of that hadith which refers to us where the prophet said to prove to show us the Quran and the sunnah have the sensation at the end part of this long hadith he said that the people will recite the Quran they will make halal and Allah makes halal they will make haram and Allah makes haram when an issue comes they'll say come bring the Quran and let's see what the judgment is within it and then he said but have I not been given something else along with it and that was the sunnah and that's the meaning the end meaning of the hadith and so the Quran cannot be truly and correctly understood except with the explanation of the sunnah as Allah said in the Quran we have revealed to you the Quran so you may explain it or clarify it to the people so in this ayah consists evidence to show us that the sunnah is explanation for the Quran and that is all I got and Abu Sahabi if he has anything else to add to that and the Shaykh made dua to us Allah to give us all the tawfiq to recite the Quran to give it its due and to give us the tawfiq to act upon it and now we will enter into the questions that have come and we have been requested by certain brothers from Shaykh Musa Nasser to give a small recitation to give us to give us an example of how the Quran should be recited as we know our Shaykh Musa Nasser has a PhD and he has a doctorate in recitation of the Quran so we ask him to give us an example Muslims seen let as I can see أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاب نبيما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكاد الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان نلزمناه طائله في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا وإن يلقاه منشورا اقرأ كتابك كثاب نفسك اليوم عليك حسيبا هذا مثال لقراءة ورش مثال الآن لقراءة الكتائي ورش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطم وما أدريك ما الحطم نار الله الموقد التي تطلع على الأفئد إنها عليهم مؤصد في عمد ممدد من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين هذا السوس أبو عمر البصري الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين هذا حمزة قنبل عن ابن كثير هنا له خلاف اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ونبضلين الظالمين الشيخ will stop here and next time he comes we hope from him insha'Allah to hear more and learn more about the Qur'an شكرا لكم السؤال يقول ما صحت حديث خير ما أخذتم عليه أجرة كتاب الله وجزاكم الله خيرا هذا الحديث صحيح لا مطعب فيه ولكن لا يحضرني الآن من خرجه لكن الذي أعرفه أنه صحيح أما السؤال الثاني هل المقصود بالقراءات السبعة المتوافرة الحديث الصحيح إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرم هذا الحديث حديث متوافر إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرم وقد اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث على نحو من أربعين قولا ذكر الإمام السيوط في الإطران خمسة وثلاثين قولا منه ولكن ليس المقصود بهذا الحديث القراءات السبعة لأن أول من سبع السبعة هو أبو بكر بن مجاهد في بداية المئة الرابعة للهجرة والنبي عليه الصلاة الآن قال هذا الحديث قبل أربع قرون وإنما أراد إبن مجاهد حينما تبع السبعة أن يتبرك بهذا الحديث تبركا وقد أوهم العامة وأوقع إشكالا لذلك أخذ عليه العلماء قالوا هل لجعلها ثمانية هل لجعلها ستة وما أراد أن المقصود بأنزل القرآن على سبعة أحرف أي على سبعة كراءات لأن الكراءات ليست فقط سبعة وإنما هي أكثر عشرة ربما أكثر من ذلك وإنما التأويل الصحيح لهذا الحديث على سبعة أحرف على سبعة أوجه يعني القرآن يقرأ بوجه بوجه بثلاثة إلى سبعة أوجه لا يجب على ذلك الله ما أحدث أولا هو what is the condition of the hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم where he said the meaning that the best reward المترجم لل receipts قرآن السميزة قالك هديث ، ، ، . ، 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 . ، 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 والدى من المرحلة مرحلة فهذا كان يتحدث ولكنه لا يتذكر ونحن لا يتذكر ونحن سنحن سنعرف الأولى سؤال عنه 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 وحديث فإن هذا قرآن كان قرآن لما تكون بوجود عن سبين دعالي هل فقط ما تكون أمام هذا ما تنفيться أمام هذا فإن هذا أن هذا القرآن وقام بحديث وإن هذا أمام qui حادث من الله تكون عن ما تفتر المتواتر and the علماء of Islam they differed upon its meaning to over 40 sayings 35 of them sayings were narrated by Suyuti and its meaning was not referring to the seven dialects sorry seven recitations and Muhammad ibn Mujahid he mentions some Abu Bakr Abu Bakr ibn Mujahid Abu Bakr ibn Mujahid Abu Bakr ibn Mujahid Abu Bakr ibn Mujahid he is the one who who wrote this book about these seven recitations and the reason to why he wrote this the shaykh mentioned later was to encourage the recitations but he said even before this before his compiling of the book the prophet sallallahu alaihi wasallam had made this clear to us anyway many centuries ago and so therefore these seven ahruf these dialects is not referring to recitation Radha it truly means the best i can translate was the seven the seven faces the seven apparent faces of the recitation if i can say that way allahu alam deficiency in the english language no deficiency in the english language not in europe no it's me it's me not the language it's me only one we are the two one 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 two one four five five six five five اشتركوا في القناة